التي صنعت الحدث بعد هذا المصار ربما كانت محطة روسيا هي المحطة الأكثر تعليقا من طرف الجزائريين رغم أنه شاركت في محطات أخرى قبلها فممكن تحكينا وليد هني كيف جاءت المشاركة في روسيا نشاهد لجنة التحكيم طبعا كانوا أصلا روسيا بلد ماش باعي نقول مخيف بسه غامض أنك تذهب لروسيا ماشي أوروبا ماشي الديكور كما نشوفه إلى حد ما مخيف تذهب الديكور كما هذا وتقف وحيدا وتسأل وحيدا ويعطوك هذه الأرقام والجذور والتكعيب وغيرها فحكينا التجربة كيف بدأت وكيف مرت بها أولا كيف احتاجت هذه الفكرة يعني كيف شجعتني العرض تم اقتراحي من طرف بطل بلغاري هو من بلغاريا هو بطل عالمي لكن كنت كنت نشارك كان يعرفني يعني إذا كان يعرفنا إحنا كفريق وكان يعرف القدرات تعنا لذا كان هو اقترح للجنة تعال روسيا لهذا البرنامج أنه كان واحد من الجزائر إذا يقتر يشارك يعني رح عنده قدرات باش يجي يشارك عندكم لذا جدت عندي واحدة منسقة من روسيا يعني تابعة لهذا البرنامج طلبت مني أني ابعت لها نتائج توعية المسيرة التعية وانشاركت لأنه قلت لي رك على حساب ما قالوا لي رك يعني تشارك في المسابقات هذه وكانت عندك بعض النتائج مليح لذا ابعت لها حاولت أني ندير لها بعض العروض من أجل إثبات يعني هذه القدرات وقالت لي بعدها رح يكون الرد يعني إذا رح يتم قبولك أو لا إذا استنيت قلت خلاص إن شاء الله يعني كما ججت يقابلوني أو رح تكون تجربة مليح والحمد لله بعد أيام تم قبولي من طرف اللجنة ومن طرف المنسيقين تعالوسيا وهذا البرنامج هذا اسمه Amazing People Amazing People بالإنجليزية وهو برنامج خاص بالمواهب ككل يعني مواهب ككل صار له كما Arab's Code Talent وBritish Code Talent يعني كل واحد عنده موهبة خاصة يريد أن يدخل بها في المنافسة يدخل صح وأنت موهبتك هي الحساب الدهني والدكرة نعم تقدر تلقى ثاني واحد عنده مهارات تطورها ودخل فيها الأخر ويبرز فيه فلما تم قبولك كيف وصلك الخبر أكيد ففرحت نعم كنت يعني فرحة وفي نفس اللوقت تحدي تحدي لأنه أول مرة كما قلت كنت سافرت وحدي يعني لروسيا أول مرة نسافر وحدي لأنه كنت كنروح لهذه البطولات غالب البطولات كنت رح مع خالد دكتور حيكي أيوة يعني مرات نكونوا عائلة قاعد نروحه ولا فريق ولا ومرات يعني غير مع يالو كي خالي ولا خالتي ولا الوالدة لكن هذه المرة كنت رحت وحدي لذا كان تحدي وأيضا تجربة جديدة ترجمة نانسي قنقر